في فلك من التهدئة والتصعيد والنفي والإثبات تدور أزمة كردستان العراق وتدخل شهر الثالث من دون حل واقعي يلوح في الأفق لكن ما استجد اليوم يعكس إلى حد ما حالة الضباب المخيمة على المشهد من حيث مصداقية الأنباء وحقيقة القرارات إحسان الشمري مستشار رئيس الحكومة حيدر العبادي صرح بحل واتفاق ينهي الأزمة الراهنة قائم بالدرجة الأولى على تسليم المعابر للحكومة في بغداد وتنظيم عمل المطارات وفق ما ترى الأخيرة فضلا عن تشكيل لجنة لتدقيق أسماء القطاع التعليمي والصحي في كردستان مؤكدا أن الطرفين لم يبقى أمامهما إلا مباحثات فنية لكن على الجهة الأخرى اختلفت الأنباء فالمدير العام لقماريكي كردستان العراق سامال عبد الرحمن نفى ما أورده الشمري بقوله أن سلطات كردستان لم تتلقى حتى الآن أي شيء رسمي بشأن تسليم المعابر الحدودية عبد الرحمن ربط تسليم المعابر بعدة شروط على رأسها دفع حصة كردستان من الموازنة وتسليم رواتب الموظفين بالكامل مؤكدا أن دون ما سبق فإن أي تغيير لن يطرأ على حال المعابر وفي خضم ما يجري على الساحة من شد حبال بين الشركة وتقاطع المصالح بين المتحالفين يجد المتتبع لمسار الأزمة نفسه خارجا بأمرين يمثلان ركيزتي الصرع أولهما أن بغداد تزيد من الضغط وتراهن على الأنفاس الطويلة لتنال ما تريد والثاني أن أربيل ضاقت ذرعا بالحصار وأخذت تتنازل وإن كان على خجل فأصبحت كما يرى البعض كالمستجيري من الرمضاء بالنار ترجمة نانسي قنقر